السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصد الله مساكم جميعا كيف كنت أخباركم إن شاء الله بخير معكم أخوكم عبيدة من قناة عبيدة Gaming وبهذا الفيديو راح نحكي عن أضرار القوات في Clash of Kings وكيف ترفع أضرار القوات وشو هي أساسيات الأضرار القوات وأهميتها وهل هي بالدفاع أو بالهجوم كيف انت راح تلعب هاي اللعبة طبعا أنا مباشرة عشان نفوت معكم بالجو وكون معكم مباشرة على التقرير الموجود تمام لكن حاول قدر الإمكان أن يوصلكوا المعلومة بشكل مبسط ولكل يفهمها لحتى الناس يستوعب شو الطريقة اللي عب تدافع فيها لأن اللعبة بشكل كبير عب تتطور وفي تطورات قديمة يعني قديمة وفي تطورات جديدة ورح تكون في تطورات بعد أقوى اللي راح تجي مستقبلا في اللعبة لذلك حاولوا ما تتشائموا واللي بديوا يتشائم خلينا نعتذر لياء ما نكمل تمام راح نفوت معكم مباشرة بالتقرير بالغزل اللي مضى طبعا الشاب اللي على الجهة الشمالية سوبا فايكينج هو لعب عنا في فوكس هذا الحجد الثاني اللي أكله طبعا هنه حجدين مش مهم خسارة القوات مهم انك تستوعب أو تعرف من الخصم كيف يلعب ما هي الخصائص اللي عنده هل هي كاملة أو لا المانة كاملة خلينا نفوت على التقرير بشكل مفصل نشوف معكم الهجوم المشاد ودفاع المشاد وصحة المشاد نعطيهم علامة ممتاز جدا تمام هدول ثلاث أساس ثلاث شغلات الأساسية الموجودة اللي هي هجوم دفاع صحة الموازنة بينناتون رح تكون كتير حلوة انك انت تعمل الموازنة بالهجوم والدفاع والصحة مش الصحة 400 وعندك الهجوم 1200 مش الصحة 500 وعندك الهجوم 1000 تمام لازم توازن بالصحة الموجودة بالقلعة حلو؟ الصحة والناس اللي كتير رعب تحكي عنه كيف ترفع الصحة عندك أشياء انك ترفع فيها الصحة في عندك عدة أشياء انك ترفع فيها الصحة ونحن نحكي فيهم بهذا الفيديو بعد ما نشرح على التقرير وكيف هالتقرير طبعا هيتبعي التهانين منرفيزة جدا جدا لازم اللعبة تلغيها وتعطينا فرصة أنه نعرف نحن نلغيها لأنه عن جد كتير منرفيزة نقاط الصحة المشاء الأساسي راح نشوفها وين مع بعض هلا ما شاء ما أطلع ورجع أفوت دور على التقرير راح نشوف نقاط الصحة الأساسي وعندك الضرر لهجوم المشاة الضرر الذي تلقىها المشاة الضرر الذي تلقىها المشاة الضرر الذي تلقىها المشاة يكون موجود بمعدات الملائكة والبحوث الموجودة والعجائب الحضارة تمام؟ عندك إزاء المشاة هناك أشخاص يقولك كيف أرفع إزاء المشاة إزاء المشاة هو ضرر المشاة عندك الترصيع وعندك أشياء ثانية وعندك البحوث تحسين مواجهة المشاة عندك الترصيع حصراً موجود فقط في الترصيع هو تحسين مواجهة المشاة حلو؟ طبعاً مهاجم مهاجم بالفرسان لكن موازن القوات بشكل حلو حلو؟ مواجهة التعرض للمشاة كمان موجودة بالطرصيع معدل ضرب المشاة الحرجة موجود منها والمعدات وموجود منها بالأبطال الدفاعية والهجومية اللي بتنعرض كمان بالهجوم الضربة الحرجة للمشاة موجودة다�uba配飯 موجودة بعجائب الحضارة وموجودة بالبحوث اللي سوف تستفيد منها طبعا في ناس واسطة مثلا 100, 150, 170 كيف توسط 300 طبعا تقرير مع بفات أبطال البفات أبطال تلعب دور كتير كبير طيب معدة صد الضربة المشاء الحريجية موجود منها كمان بعجاب الحضارة تقليل أضرار المشاء الحريجية موجودة كمان في عندك الترصيع وفي عندك بالحضارة لكن الرقم حلو جدا يعني موجود بالسيد أنك أنت تقلل وموجود بالأبطال تبعية الدفاع الموجودة حاطة أنت على الأسوار كمان بتنعرض بالهجوم في أشياء بتنعرض بالدفاع وفي أشياء بتنعرض بالهجوم زيادة هجوم الفرسان 2000 حلو رقم ممتاز والصحة 1004 طيب هل هي 1004 وفينا نزود عليها لـ 1020 رح نتشوف أنه شو حاطت قوات تمام في عندك 100 ألف أنا حزرت يعني 100 ألف فيل الفيل بيعطي 20 بالمئة تمام بتشيل 20 بالمئة عنده 984 الصحة كونه أني حاطت 100 ألف من اللهم صلاحي أنه محمد الفيل فبزيد عنده 20 بالمئة صحة فهذا الشيء يوصل للألف العربات عنده ممتازة جدا تمام الناس اللي عاب تلعب عربات العربات يعني بتشل حركة المشات بشكل كامل هي والأسهم تمام اللي عنده عربات كتير 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 قوية طيب نرجع لأفوق ضرر مطلقة من الفرسان زيادة هجوم الفرسان للأساس 356 رقم رائع جدا تمام موجود بالمعدات الملائكة كمال نحن نلعب على دور الأبطال الموجودة والنجومة بعيتها وتطويرها هاي القسم للناس اللي بتشحن والناس اللي ما بتشحن مهم أنك انت تستوعي بالمعلومة وهي الأشياء اللي هي موجودة دفاع الفرسان الأساسي ونقاط الصحة الفرسان الأساسي وضرر الهجوم للفرسان وتحسين مواجهة الفرسان ومواجهة تعرضه للفرسان ومعدد ضرب الحريجي والضرر الحريجي وإلى آخره يعني تشوف كله موجود ضرر الأسهم 99 مش مهم أنه يعلى لأنه هو عب يلعب بأشياء تاني لكن 1950 ضرر الهجوم الأسهم ممتاز جدا صحة 700 ممتاز في ناس بعد أقوى منه لكن يعتبر هجومه رائع جدا هذا اللاعب تمام من 1450 من 1554 المملكة ضرر العربات الحرجية 93 تحسين مواجهة العربات طبعا ما شايفين كله عامل الأبطال الموجودة اللي حتطلع كل التقرير بشكل مفصل ضرر الهجوم 334 رقم رائع الصراحة يعني شغلة هذا اللاعب عن جد قوي تمام والمرحل الواصلها مواصلها بلاش يعني بدها فت عملة عاولتنا دفاع المشال العدو هاي كمان موجودة بالتنين والأشياء الموجودة اللي انتم شايفينها تحويل الميت إلى جريح أثناء المعركة كمان موجودة طيب خلينا نفت على الموجز الموجز هو المدافع غلطان إنه حط هذا البطال لكن عبي جرب لعبة تجارب وما في أي مشاكل من هي الناحية طيب المهاجم 334 عندك أنت يا أخي الكريم اللهم صلع سيدنا محمد ضرر الهجومي وإنت ما حاطت حزاء قوة مطلقة تمام يعني زلمة إذا بدي يركب حزاء قوة مطلقة عنده ضرر الهجوم 360 370 لكن 334 ممتاز جدا وما بحاجد أبدا أنه يركب الحزاء القوة المطلقة التحسينات ممتازة جدا التنية الأزرق حاطت علي الضر الفرسان أوف عنده كمان الازدهار ما بعرف 22% و14% مش ما ببين عليك الضر الهجومي وعنده الصحة الدهبية 5 نجوم وعنده الصحة الدهبية 5 نجوم والله أعلم زكان الدهبية لأنه ما ببين باللون هون وعندك هون الدفاع عقل القوات حلو يعني لعب لعب حلو عنده الاصطفاف حاطه كله فرسان المستوى خمسينات ممتاز مطورهم كلهم عندك هون ريح مباركة وعب صفاك الدماغ طيب أنت هون بتشوف القتل ومدرش هاد الحركات كلياتها نحن هلأ بنرجع بنحكي فيها تمام الشخص الثاني اللي حشد عليه هادا هذا المهاجم اللي هي بن مباركة فرسان يعني كل شيء فرسان عنده هجوم العربات مره قوي حلو هجوم المشات ودفاع المشات وصحة المشات 880 صحة الفرسان حلو الرقم كمان حلو لكن اللي انت لاحظته حورجيكم شغله العربات ممتاز والله ممتاز درجو من العربات 182 قوي قوي والله صراحة كتير قوي ضر اللجوم كتير قوي خلينا نشوف التشكيل اللي اللي هو التشكيل عبارة عن عربات شوف 127000 عربات عربات حلو لان العربات الشخص اللعب لعبك اسهم عليك بالعربات 13 حاط 50000 في هون 10% صحة وعندك الغرفين هون عنده ماكس عندك 60 حلو عنده هون كمان ماكس الفرسان 14 لاحظ الناس اللي مشاركة بالحشد يعني بعد 70,000 مشاطنعش ليش 70,000 مشاطنعش تمام خلينا اسجلكم ياها لحتى ما ننسى وارجيكم ليش المشاطنعش 70,000 تمام عندك هون الفرسان فرسان 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 عربات عربات فرسان فرسان عربات هدول جماعة حط قوات فرسان 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 نحن نحكيك على تشكيلة محترمة كيف تلعب فيها حاطت 70,000 و50,000 غرفين وعربات وعربات تمام حاطت هون خمسة وخمسين راح وجرحة 24 راح وموتة يعني 70,000 تقريباً شوف اللعب كله لعب حلو منظم تمام خلينا نشوف هون اللي عند هداك أقوى من اللي عند هاد من ناحية كثير شكلات الأضرار عالية تمام عامل نفس القصة هو هون عندك مباركة وعندك رانين ومزل شو صحة كثير كثير حلو هجومه خلينا نفوت على موضوع الأضرار اللي انت شايفها الأضرار بشكل عام خلينا نفوت على تبعية الفرسان ما هو بهاجم بالفرسان وبعدين نحكي لك على المدافع تمام الأضرار لما بتحكي عنها بنحكي على أضرار ترصيع تمام تحسين مواجهة الفرسان اللي انت شايفه هني كانت 13% أو 12% مع تذكار في عندك هون مثلا تحسين مواجهة الفرسان اللي هي أصلا بتعمل كل شيء بالسلاح تمام خلينا نشوف على السيد تحسين مواجهة الرمات الأسهم فيناك تركيب تحسين مواجهة الفرسان لكن انت بحظك أنه يطلع عليك هذا الشيء تمام يعني ما بندخل على خلينا نفتلك على الترصية نعمل تغيير نشوف شو في عنا هون أوكي ما عنا شيء لكن التحسين مواجهة هو أساس كل شيء تمام نفوت على عجائب الحضارة منطقة التحالف عجائب الحضارة مفوت على التضحية ومفوت على النقاط الشخصية تمام عندك هون المعدل الضربة الحريجة ملاحظة مش معدل هذا المعدل اللي انت شفته اللي كان عنده تقريبا 9% تمام هاي منها 5% تمام وفي عندك هون طبعية المعدل اللي كمان بتشوفه لها ضربة رمات الأسهم وفي عندك هون ضرر رمات الأسهم وعندك ضرر متحمل هدو الأساسيات أحكيك علي هون أنا تمام وعندك هون أخي الكريم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد ضرر العربات 5% تمام هاي ضرر العربات وفي عندك هون المعدلات المعدل المعدل اللي احنا بنحكي على الأساسيات الموجودة بالخريطة الشخصية اللي انت لازم تركز عليها تمام لان اذا رفعت شي ووطيت شي ما مشي حالازم التوازن بالأضرار تمام اوكي في ناس بدألك انه انا راحة كل شي على الفرسان انا راحة كل شي على الأسهم هذا الشي بيرجعلك لألاك انت بتلعب دفاع بتحط كل شي على الأسهم والمرشاة لك ان اذا اجاك مثل هذا اللاعب ولعبك لعب هذا اللاعب انسى رمات الأسهم لانه ما هيعملهم حك شي تمام بالنفس الوقت الشي بيعتمد على المدافع وقوة المدافع وطبعا الاشخاص اللي ما بتشحان هذا الشخص المدافع اللي بتشريتكم اياه يعني بيشحان وهذا التقرير هيك تمام لانه ممكن لو مغير وضعية الدفاع حاطة تسلمة يمكن يختلف شوي تمام ويختلف فرق كبير مثل ان ينزل 100 200 او ما يولع اصلا تمام لكن اللعب تجارب وحب يجرب الزلمة الضرر المطلقة من المشات والضرر المطلقة من الرومات والضرر المطلقة من الفرسان هاد كليات وانتو شايفينو اللي انتو محتاجينو تمام لما نفوت على البطل منفوت على نرجع على بطلنا المهاجم طيب خلينا نفوت على الخوزة مثلا زيادة صحة الفرسان ضرر هجوم المطلقة صحة الاسهم تمام وعندك مواجهة التعرض للفرسان هاد الترصيع تخيل هذا الترصيع يجب أن أفتلك تمام وفي عندك ذات هجوم صحة الفرسان هذا اللي أنا عنده طبعا والناس اللي عنده شو تاني حلو وعندك هون زيادة صحة المشات وتقليل التقليل الأضرار من المشات هاد الترصيع اسبابه وهميته لكتير ناس يلي أبتدور انو أنك يفدي ارفع الأضرار نفس القصة على موضوع الأسهم أو المدافع يلعب بلعب دفاع أسهم بلعب بسلمة وفي ناس تتناقش هل معدات الملائكة في الدفاع أفضل من بطل الحارس أو بطل حارس أفضل تمام؟ لما تحكي عن دفاع هني عملوا لك طأم مخصص للدفاع يعني مش شغلته هجوم تمام؟ هذا الطقم مخصص للدفاع معركة دفاعية يعني أنت وقت تحطه أنت عبت دافع فقط تمام؟ الخصائص عبارة عن أرقام خيالية مبسطة بين مثلا 1800 أو 1700 هجوم الفرسان يوصل 1300 لكن أنت عندك القوات عبارة عن دفاع لكن إذا كان عندك تحسينات تحسينات كثير واطية انسى الموضوع لأن الموضوع بيتعلق بالتحسينات لابد أن تكون تحسيناتك ستينات لحتى تستفيد من هذا الموضوع حلو؟ لكن أنا ببدل مثلا فتعة تلال بحط سلمة منذ يهاجم على قلعتي بحط مثلا بطل ثاني لكن إذا كان في شخص مثلا ضدي قوي جدا بس حبل سلمة لأنه محتاجة لأنه أنا معتمد على سلمة بالدفاع قلعتي حلو؟ صحة الأسهم تحسين مواجهة ترمونات الأسهم ضرر الهجومي ضرر السهام أنت ترك اللي فوق وطلع اللي تحت على الترصيع بدون الترصيع أنت ولا شي باللعبة صراحة مواجهة التعارض رمات الأسهم وصحة الأسهم شوف كله أسهم معدد ضربة رمات الأسهم الحريجة صحة المشات صحة كل القوات وضرر الرماحين الحريجة وتقليل الأضرار من رمات الأسهم وزيادة صحة المشات والنهاية اللي هي التميمة اللي نحن حكينا عنها بتزيد صحة الأسهم وبتزيد ضرر الأسهم وأعني الأشياء اللي عبتشوفوه هون هذا بس بده وقت وبالتصبر وكيف تلعب كيف بدك تجيب من المخزون أو خلينا نحكي عن الموضوع هذا بشكل عام اللي هو هون مثلا كيف بتجيب هدول الأشياء المستودع التميمة اللي هو بتجارب البطال مؤخرا هي تجارب اللي لا نهائية معك لسه إعادة عيين إعادة تعيين أربع تيام بتدخل وبتهاجم مثلا فدنا على التحدي بتدخل هيك تمام مثلا نحن هون شايفين شوف مثلا جائزة هون وفيها شوفي جائزة هون مثلا عندك خمسة شوفي يعني شوفي أبطال كل هاتا شايفينها صفر بعد أربع تيام يعني يتعدل نرجع نشوف الموضوع وين بدنا نوصل له لأي مرحلة لحتى تطلع هذا التميمة تمام مفوض على الأبطال شوفتوا في شكلات مثلا الضرر الهجومي أو ضرر الهجومي لكذا وضرر الهجومي لكذا هذول موجودين هون تمام نحكي عن مثلا عندك هون الأضرار الدفاعية للفرسان تمام عندك خلينا نشوف هذا البطال الثاني تمام ضرع الضو اسمه عندك هون الأضرار الدفاعية للمشات وعندك تحت هون الضرر الهجومي للمشات تمام لحنا منوصل له لأ هون نحن هون نجمع لنا نجمتين تمام لك ما بقى شيء يوده ألف لحتى نوصل الأضرار الهجومي للمشات واحد وصل اثنين حتى يطلع عندك تقرير ما حد يقول لك هذا بيطلع بس بيدفاع لا بيطلع بالهجوم تمام لكن على حسب خبرتي أن الأضرار هاي ما بتطلع بكل تقرير ممكن من أول ضربة بيطلع ممكن تاني ممكن واحتمال أنه يكون في مرحلة تجميد تمام لأنه أنا جربت بتحسين مواجهة الأسهم طلع بأول تقرير بالتاني ما طلع تمام هذا الشي اللي أنت بتحكي عنه شوف خلينا نفتلك على هاد كونه هو ثلاثة نجوم تمام عندك هون طبعا هاي طرقية نحتررقية نحن الأضرار الدفاعية والأضرار الهجومية لرماة الأسهم في عندك صحة أساسية لرماة الأسهم هاي الأشياء اللي احنا محتاجينها يعني الناس اللي عب تسأل عليها وكالزة هاي الأشياء اللي انتو محتاجينها دول الأبطال يعني عندك هذا البطل وهذا البطل وهذا البطل وهذا البطل اللي لحنا محتاجينهم بشكل كبير أن يكونوا عندك ثلاثة نجوم طيب يا أفلان كيف دي وصلت ثلاثة نجوم لأنك ممكن تجمع بطاقاتك أنا جامع مثلا بطاقات لحدث يوما ما أني أرفع نقاطي بحدث التجنيد حلو؟ التحسينات معروفة ما في داعي أدخدكم عليها واشرحكم عنها لأنه عملها كلها ستينات بغض نظر عن بشكل عام الجيش لبل إداعش يكون ستين تمام؟ الجيش لبل اللي بعده حاول على قدر المستطاع تشكيل الجيش بتعلق بدفاع قلعتك شو عندك شيء أعلى بس ركزي على أنه يكون عندك دائما مشات النقطة اللي نحن حكينا عنها ليش عندهم 78 ألف أو 70 ألف مشات نعش شو سببها؟ حلو؟ خلينا نفتلكون على السكنات هاد الفهمان اللي هون شو شو اسمها؟ وحدات الدفاع تسيطر على رومات الأسهم طيب؟ وحدات المشاجرة مع الهجوم الكبير تسيطر على الفرسان يعني هدول هدول المشائي داعش واحدة بهجمك فرسان ولعبك كله مشات تؤتل له كل الفرسان ما ما شو بدي فصر لك إياها لكن المدافع حسب خصائصه تمام؟ مش يعني أنه نروح تدرب عشر مليون عنده خصائص ما تعدل 1200 هذا الشيء ما رح يعني كتير يفيدك تمام؟ لكن كل 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 نوع وحدات الدفاع تسيطر على رومات الأسهم شوف شوف شو في عندك ننزل مثلا آخر وحدة يحملون الدروع ليمثلون جدارا دفاعيا يحمي جميع جنودك ويقللون الأضرار بشكل كبير يعني بيقلل من أضرار والسهام حلو؟ منروح على جيش 12 ارفع الدروع لتشكيل جدار دفاعي لحماية جميع قواتك ويأخذ كميرة كبيرة من الأضرار لتعرض لها قواتك حلو؟ يعني بس عندك هون شو مكتب أول شيء تقليل كبير في ضرر رومات الأسهم ورومات النشابية زيادة دفاع القوة زيادة كبير في نقاط الصحة تمام؟ مش يعني بس دفاع هجوم لما أنت عم تحط 78 ألف عم يزيد لك نقاط صحة بالحشد عم يزيد لك دفاع قوة الحشد وعم يزيد لك وبنقص لك تقليل من ضرر الأسهم اللي نلاعب لعب لعبك أسهم يعني مؤنون للشباب مثلا دخل العرش عم يلعب أسهم أو دخل التلال عم يلعب أسهم كثير من النوع اللي موجود مثلا أنه ندخله مثلا مئة ألف أو سبعين ألف لازم حسب العدد الموجود معكم من المشاط نعش ومنجي مثلا على الجيش الأربطاعش ما تفشك للقوات بالحشد تمام؟ منجي لهم مثلا عندك هون خلنا نفوت على أنه بتحسين مهاردة جنود سوف تفاعل كذا الناس ما بتقر على فكرة في الناس بس هيك بتشوف وتكر تمام؟ شوف عندك أخي الكريم سأخذك على مكان التدريب لحتى أوضح لك الفكرة أكثر نفوت على هون على التفاصيل زيادة الهجوم أيضا زيادة ضرر ضد ظلمات الأسهم يعني غرفين زائد مشات تمام؟ هاد البني آدم اللي انتو شايفو هون الغرفين بلعبك ضد الأسهم لشخص اللي يلعب معك المشات نعش والغرفين طيب هادول اللي يلعبوا فيهم ليش؟ لما انت بتشوف تقرير تاني من لحد اللاعبين ضدك و قوي كيف انت راح تلعب معه؟ طيب ليش عبيلعبوا بجيش 13 العربات؟ خلينا نشوف زيادة الهجوم أيضا زيادة ضرر ضد المشات يعني الشغلة لعبة زكاء تمام؟ مش انه آه خلينا نحن نزيد عربات مثلهم نعمل مثلهم و كذا حبيبي ما فيناك تعمل مثلهم إذا عندك الأضرار فاشلة يعني يعتبر نفسك ما حتستفيد منها تمام؟ زيادة الدفاع والصحة بشكل كبير عند الهجوم لديك فرصة الحصول على صفقة إضافية ضرر باللادين يعني الشخص اللي عبي لعبك ضدك مشات وبلادين العربات 13 دواهم تمام؟ عندك الهجوم لديك فرصة تجاوز دفاع العدو تمام؟ يعني عبي يقولك انه هاي العربات اقتحام للمشات والغرفين اقتحام للأسهم والمشات نعش هنن الصب تبعهم للدفاع وتقليد ضرر الأسهم والنقاط الصحة و زيادة دفاع الحشد حلو؟ دعونا نفوت على الفرسان 12 ليش لعبوا مثلا نعرفهم بالفرسان 11 لاحظ انه انا ما شفت كثير فرسان 12 بالموضوع تمام؟ بحشودهم دعونا نفوت لك على المشميد النومي الأسطابلات و رح لك على هذا شوك في وضع الوحدات مع الهجوم الكبيرت وسيطرة على القوات طيب نفوت على المعلومات لديك فرصة لمهاجمة نطاقة جنود الأعداء ولديك فرصة لصد الضرر ولديك فرصة لتحدث درس سلاسي تمام؟ عند استخدام مهوبة الهجوم يمكنك أن تهجم خمس أهداف مع بعض يعني هذا الزلمة بيقاتل بكل النواحي تمام؟ لازم تعرف كيف تلعب؟ و شو الأسباب؟ ليش أنا لعفت لك هون؟ لأنه الموضوع مثل الجامعة أنه ليش زائد واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ لازم تعرف شو السبب؟ الفيديو تقريبا هلها 23-24 دقيقة رح نحاول ننهي لكم بأقرب وقت لأنه فعلا الأضرار قوات مصيبة وشغلة كبيرة و شو النقاط اللي نحن نحكي عنها البحوث اللي ما فيني أحكي لكم عن كل المواضيع بنفس الوقت لأن بدي أعدكم أربع خمس ساعات على المقطع صراحة تمام؟ نجي لهون الناس اللي واصلة لهين نجوم صحة القوات وهجوم القوات يا أخي هذا الموضوع هون كتير مهم و الناس اللي بتشحن و ما بتعرف شو عب تشحن بتروح تشحن من المهرجان شو هو المهرجان هاد هون؟ لما بتروح على المتجار بتنزل لهون لتحد وبتشتري هون أربعة آلاف اللي ما عبي يشحن و كيف بدي يوصل لها؟ هذا الشي بدي يرجع لك لهون انه انت شو عب تجمع تضرب عشرة عشرة مش وحدة وحدة جمع و بعدين نضرب هيك اللي عب بدي يكون رح نرجع على محل ما كنا و عم نشرح الكون و شو هاي الإشارة الزائد؟ في ناس ما بعث بتعرفوا ولا لا عندك ضر الهجوم متلقة و كذا هاي الموضوع الدهبي للناس اللي بتشحن لانه كتير صعب و البقية اللي هون تشايفين كمان نفس الموضوع كل شي بتعلق كمان بالدفاع و معركة دفاعية و الى اخره هاي لازم كلها تكون خمس نجوم هون لما نفوت على إشارة التعجب منشوف معنا هجوم 96% من مشات فرسان اللي شايفين على الجهة اليمين اللي على الجهة الشمالي هو الماكس و الأضرار الدفاعي 6.5 من أصل 8.3 طيب لما انت تجيب تطور هون بهي المرحلة تمام خلينا نشوف لك مثلا انت وين مطور انا مطور هذا مزال لفل 31 هذا 32 هاي اللون البني تمام هاي 31 31 31 انا بتطلعكم على اللون البني عشان التطوير هاد كثير 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 مهم 32 خلينا نفوت هون على 31 تبعت الزلام طبعة ترقية ملاحظة شباب يعني لازم بس خليكم انتفكزوا معي شوي حتى لو لا يفيدوا طويل شوي شباب تطوير هاد تطوير يا جماعة لما انت بتجي بتعمل ترقية لازم تنتبه اذا انت عندك لون البني ماناك عامله خمس نجوم و رايح بتعمل ترقية عبي ياخد منك الكروت اللي انت مجمعه هون تمام وهذا الشي غلط يعني انت اللي جمعته راح فالناس اللي عملته خلاص يعني خلاص فاتكم القطار خلينا نجي مثلا نجي نعمل ترقي شو عندك هجوم الفرسان خلينا نطوره على 32 لحتى ما نضيع كل شي نحاول نحط مثلا خمسة عش تمام نشوف قديش بطلع خمسة عشان حتى ثلاثة اثنين الاخر خلينا بعتقد انا 20 بده حلو عندك هلا هون هجوم رات الاسهم و صحة العربات تمام خلينا هلا روح طور مثلا اللي بعده بدنا احنا 20 حبه عشان نطور و نستفيد منه خلينا نحط مثلا 2 حلو متما شايفين طورناها على 32 خلينا نشوف اللي بعده هاك هاك انت عادي تطور حالك انك تشتغل صح مش تشتغل على وحده ترفع ليها 35 الى 40 هاي الحب الحب اللي انت جالس ترفعها هي جالس عب تفيدك تمام عب تستفيد انت منها حلو هاي مثلا بدنا ممكن شي 7 و 8 حلو هاي حلو هاي متل ما شايفين رفعنا شوف عندك الارومات الاسهم شوف نرفع جمرة من الاسهم لا 33 تمام نحنا هون وصلنا لهون 32 32 32 32 32 بعدين نجي على اللون البرنيم شوف شوفه هون عندك هون دفاع و صحة الارومات الاسهم حلو بس كمان بدك 20 حبه لذلك فكر موضوع ترجع اللون البنفسجي ونشوف شو بدنا هون عندنا هون دفاع الفرسان وعندنا هون شوف بالطرقية كمان دفاع الفرسان حلو عند هدول الفواني انتوا شايفينهم كل هون خمسينات هون شوف اذا كتعمل هون الصحوة لك بدها 10 حبات تمام انا هون نقصني اصلا اعملها لخمسة نجوم فلا تتهور قبل ما تعرف شو عب تعمل تمام عندك هون صحة الارومات الاسهم يعني هلا عندنا نحن اربعة وستين نقدر نطور ثلاث مراحل حلو خلينا نشوف مع بعض خلينا نطور ثلاث مراحل لكن هين نحن حنرفع بس الاسهم خلينا نشوف هون بزيد انا هجوم صحة العربات بزيدة خلينا نعمل هاد اللي هون بعتاد انا حتى 25 حبه تمام بالضبط خمسة وعشرين حبه تمام نروح على اللي بعده نحط هلا هون بعتاد لان انا كنت مطور هون 24 حبه لا ابده شوي تمام ثلاثة وثلاثين هون نشوف هون دفاع الهجوم رمانتها هون حلو قديش فائه هون عنا 25 عشتين اه اوكي امم طفيت كتير صراحة مات اللازم اعمال هيك مو مشكله نجمعمة خلينا نشوف 32 حلو 33 هكه نحن هلا بكون تطورنا من القلعة معكون حتى تعرفوا كيف واحد بيطور القلعة بشكل صحيح تمام كما شايفين هلا احنا هون طورناهم كلهم على اللفل 34 نمجي لهون نشوف انه كله زاد الدفاع والصحة الصحة كما شايفين هون والدفاع دفاع رمات الأسهم والهجوم هجوم ورام السهام هيك احنا طورنا منزل السحر الله يسعدكم برج الحكيم تعرفوا فيه عندكم كتاب جديدة تحسينات لازم شتغلوا عليها الترصيح حكينا بأول فيديو عجاب الحضارة عرضت لكم تنين الأحمر أول نصر هذا الشي برجع للكم لكن اذا التنين لفل 40 انا بفضل تاخده كدفاع لكن نحن مستخدم تنين الأحمر لأسباب من السببين التنين الأحمر نقدر نخلي سكارسة بالقلعة لانه اجه حشد نقدر نفتح بالأزرق ونخلي سكارسة بالقلعة لانه في كل شيء فمنحط الأحمر بره لانه سيمات الضرط دفاعي بالنصر بره ما بيشتغل بيشتغل الأحمر بس فمنخلي سكارسة جوه ونحط الأحمر بره وانه فتحنا حشد نخلي سكارسة جوه ونفتح بالأزرق يعني الشغلة بديه بس لعبة استراتيجية تمام؟ لما منلعب بالأحمر هذا منحكي لما منلعب بالنصر يكون لفل 40 حسران وضرر القوات المتفوقة ترفعه لأخر شيء بيحتاج حوالي 2500 مجلد وبهي الطريقة انت بتطور تنينك لنصر طيب احنا وين؟ شون بدك تطور معالم السماء انت شايفوه هون بتقدر تختار الأنواع اللي انت بداك ياها هاي انت شايفه مثلا هون تبع الحجر السحرية تمام؟ بتقدر تطور التنين على هذا المثال تمام؟ حكينا عن كتير أشياء صار الفيديو 30 دقيقة وعشان ما طول عليكم أكثر من هيك هذا الفيديو كان عن الأضرار بشكل كامل ونشرح لكم عنها يعني شرحنا لكم عنها بشكل مفصل تطوير القوات اللي ما ذكرناه للساع هو انك انت تطور القوات تطوير القوات كثير كثير مهم كل ما زدت انت اشتغلت عليهم وهذا الحجر بتجيبه من السفينة اللي انت هون موجودة وعلى بقية الأحداث اللي انت عاب تشوفها حلو؟ حاول تحدث والأفخاخ كتير ناس متعرف شو الموضوع الأفخاخ بالضرر الدفاعي والضرر الوحدات للمشاجرة يعني كتير كتير مهمين هدول التنتين فواني كتير كتير مهمين حلو؟ هاي الأشياء اللي اكتريتها اللي احنا حكينا عنها ان شاء الله بنحكي في فيديوهات قادمة عن أشياء توزيع النقاط الناس اللي بتحكي عن موضوع توزيع النقاط و تحكي عن الرحمة الخارقة شوفوا اد ما فتت انهلا بمواضيع سأطلع بمواضيع ثانية الرحمة الخارقة اخواتي بالهجوم بنلعب برمح اودين بسبب الفرسان بالدفاع محطة فبراير أنا وقت بضرب مثلا بضرب مبارزة بحط حضرة جانابه فهذا الصولجان بشان العربات لانه بلسان بضرب عربات لانه الخصم رح يكون عنده من كل انواع قوية فالعربات اللي هي انك بس تولعوا و تحطر له شيء منصب واصل التعلم او الى اخر تمام موضوع ايزي فهون عندها تت اشياء هاي الشغلة الرابعة تبعيت المريشو تبع بحث وما بحث هذا ما بدنا اياها الكريستال بتحكي عن ضرر دفاعي و ضرر القوات كمان عمل ضرر الهجومي ضرر الهجومة بحثة الصحة هاي الاشياء كلها انتو شايفينها يعني كثير كثير مهمة شوفي اشياء تانية نحكي عنها شوفي اشياء تانية صار كثير كثير طويل و ما بتطول عليكم اكتر من هيك لاخر مرحلة اللي احنا وصلناها مثلا فشل الحصار خلينا شوف لكم واحد تانية تبعيد فشل الحصار اذا كنت انا مشغل كل البافات هون ايه كان شغل البافات هون ايه كان شغل البافات الابطال عندي مثل ما شايفين الهجوم المشات و هجوم الدفاع المشات و الصحة المشات كان عددا ما شغل حد ما إنوز هو شغل الحصار اما شغل بافات متف kilowCan AWVA الخائط ترجع أند من الزاشار من نحاكم كانت اشياء وكتب جديدة كتاب الربيع كتاب الخريف رح ينزولك بعدين كتاب فصول الأربعة صحية المشات ضرر متحمل الفرسان ضرر متحمل الفرسان بسبب انه حظنا كتير زبالة من ناحية الخاتم حتى نطلع ضرر متحمل فوق المية هجوم الفرسان الاساسي لازم نطوره كمان لكن الحجر تطوير كتير صعب شوف مواجهة تعرض للفرسان عند 12 بالمية معدل كذا الى اخره هم على فكرة ما طالع انه تحسين مواجهة الفرسان ورجعتكم اياه بالفيديو انه احطت بالترصيع تحسين مواجهة الفرسان بس ما نطالع لا والله ليكو ليكو انا شايف انه بلشت افصل 12 بالمية تحسين مواجهة الفرسان الاسهم وضر الاسهم والعربات وضر العربات 80 بالمية ضر هجوم من 260 في اشياء كثيرة يعني واحد بشتغل عليها طبعا هذا المدافع نوعا ما يعني دفاعه قريبا حلو كثير تمام ضرد دفاعي كم عنده 210 ما نحط ممكن وضاع دفاعي لكن ما صفرنا الاخ حط درع قوته مليار حجدنا عليه طبعا ما رفزنا بالغزو ولعبهم كان رائع جدا 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 خصمنا ومتما شفته خصائصهم كثير ممتازة فالموضوع مش ربح وخسارة لان الموضوع كيف تتعلم من اللاعبين اللي هنه افضل بالناحية اللعب كيف بيلعبوا كيف تشكيلاتهم شو الاسباب لما انا بقعب تشوف التقرير وبحللوا فلازم رو حلل القوات ليش هذا هون موجود بالتقرير متما ورجيتكن يعني حللنا الموضوع بشكل مفصل مشان تعرفوا الموضوع اكتر حلو كل هذا هلا بكثة طبعا رح نهين لكم الفيديو 36 دقيقة رح يكون في 15 سبعة الشهر القادم الموسم او السنة السنوية السابعة لللعبة رح يكون في عنا جيش 15 يمكن يكون الجيش كتجربة لكن رح ينزل نوعا ما الناس قول انه ما معقول انه ما لحق انه نمكس 14 نزل 15 لا اخي الناس اللي مكست 15 اعفون 14 فحن نزل 15 فالموضوع لما بشوفوا الناس انه انا عندي شي ناس خلاص وصلت له لازم ان يطور شي تاني لان الناس هاي ملت في كتير لعبين ملت لكن اللعبين اللي ما بيشحنوا هن اللعب ما بطلوا عليهم بطلوا عليهم كأنه متابعين لهذا الاشخاص لكن الداعمين هن الاساس تمام اللي الشخص يتابعني على يوتيوب يحضرني اهلين وسهلين لكن الداعم اللي في القناة اليوتيوب اللي يدخلي مدخول او يدعمني فاكيد انا رح ركز على هذا الشخص يعني اذا طلب مني شي نساوله اياه تمام انه هو الداعم الاساسي والبقاء اللي مشاهد انه خلاص هذا الموجود لانه بحركز على هاي الامور هاي مرحلة اول خليني لك المصلحة الشخصية لللعب وهذا الشي بيرجعلون لألون هاي اكثر النقاط اللي حكينا عنها النقطة اللي بعدها انه في حضارتين جديدة رح تنزل باللعبة ما معرف ايمات حضارة ما معرف ايمات حضارات يعني ستنزل مع بعض اتنين حضارتين ولا لا ستنزل حضارة لحالة لكن ستنزل حضارة لبعدها ان شاء الله ما بعرف ايمات الله اعلم لكن اعطي انا كتلميح من عندي الحضارتين الجديدة ومشكلة الحجر المصير مرة مرة صعب يعني لما بنحكي عن حجر المصير تطوير حجر المصير لما بنحكي عن يعني من 13 ل 14 يعني 10 الاف وفي عندك الصحة 15 الف طب هذا ارقام خرافية صراحة يعني باقى 100 دولار اللي فيها 12 الف او احيانا بتنزل فيها 15 الف باقى مرة وحدة وبحث واحد يعني هاي مسخرة بس شو بدك تحكي يعني خراسية 13 يعتبر الرقم مناسب نوعا ما شوف مثلا 56 مليون كريستال لكن حجر الترصيع يعني وصلت لكلهم بس حجر المصير هذا الحجر الترصيع حجر المصير هو مشكلة كبيرة الصراحة لهو بكون وصلنا لنهاية الفيديو وبعرف طولنا عليكم لكن اللعبة لعبة كتير صعبة مو سهل اي واحد يعرفها وبنفس الوقت انكم كلكم تعلموا واذا بدي يحكي عن كل شي باللعبة طبعا هذا يضمن الاضرار يضر من الصحة يضمن كل شي هذا الفيديو حاولوا قدر المكان انه ما تتشاهموا انه منزل فيديو 40 دقيقة هذا الشي لالكم الفيتكون الاربعين دقيقة هاي عب اختصرها لالف شخص اللي رح يشوفوا هذا الفيديو لان الالف شخص اللي رح يجوني مثلا او ثلاثمئة شخص او خمسين او مئة شخص او عشرين شخص على الخاصة شرحنا عن هاي شرحنا عن هاي فهذا الوقت صعب انو اشرح لكل شخص عن الموضوع فشرحت لكم اياها صوتا وصورة بشكل اكتر يعني في يعني انا عمل لوحة كاملة صراحة عن كتير اشياء بقلب اللعبة لكن حكينا بس عن موضوع واحدة والاضرار بعض الاشياء اللي هي تضمن اللعبين من الصحة و الى اخرية والابطال والهجوم والدفاع والتنين خلال اربعين دقيقة لذلك يا جماعة الخير ما تبقى من اللعبة ان شاء الله ونزلكنها في فيديوهات تانية مثل الهجوم على العرش وهالامور هاي بوقت معين ان شاء الله تبتم بخار وسلامة وعطيكم العافية ولا تنسوا الاعجاب اذا عجبكم الفيديو واشتراك اذا عجبكم الفيديو ولا يعني انا ما عاد للعب كلاش اوف كينغز لكن انا ما عابباللعب كلاش اوف كينغز بشكل رسمي مثل ايام زمان و متحمس جدا يعني بيني وبين انهاء اللعبة خط كرمة للشباب الموجودة معنا فأنا معهم تمام وتعرفوا الحياة مانا سهلة لكن حاول قدر امكان حتى الألعاب التانية ما عم أفضة وأعطي وقتي لها هذا الفيديو تخيل 40 دقيقة عن Clash of Kings حكينا فقط عن شيء اللي احنا محتاجينه أضم الله علينا وعليكم الصحة والعافية ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله ونلقاكم إن شاء الله بفيديو آخر كنا معكم حكون عبيدة هذا الفيديو ما له مونتاج ولا شيء مثل ما صورنا نزلنا تكننا على الله لأسباب عدم توفير الوقت لهذه الأمور يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته